يحتفل العالم باليوم العالمي للاتصالات سنويا في 17 مايو منذ العام 1969 ويصادف التاريخ الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات في 17 مايو من عام 1865 عندما تم التوقيع على أول اتفاقية دولية للبرق في باريس وفي عام 1973 أقيم الحدث رسميا في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد في ملقة بأسبانيا ويجرى كل عام اختيار موضوع رئيسي وتقام الأحداث التي تحتفل بهذا الموضوع في جميع أنحاء العالم وفي اليمن كشفت مبادرة استعادة المعنية برصد وتوثيق جرائم النهب والفساد والجريمة المنظمة وتعقب الأموال الحوثية سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن بعد دخول ميليشيا الحوثي إلى صنعه في العام 2014 أحكمت سيطرة على مؤسسات الدولة ومن بينها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وقامت بإحلال وقلاء الوزارة ومدرع عموم وقيادات للمؤسسات المختلفة كما قامت بحوثنت جميع الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الاتصالات الحكومية مثل اليمن ويمن نت والمؤسسة العامة لاتصالات السلكية واللاسلكية والهيال العامة البريد والتوفي البريدي ويمن موبايل وشركات القطاع الخاص مثل السبافون وواي وهو ما دفع شركات عالمية أخرى كانت تعمل في مجال الهتف الخلوي إلى مغادرة اليمن مثل شركة سيبستيل سيطرت الميليشيات الحوثية على قطاع الاتصالات كدو خبراء في مجال الاتصالات وصل إلى مناطق الحكومة الشرعية حيث استطعت الميليشيات الاستفادة منه عسكريا واقتصاديا في زيادة إرادتها وتجسس على المنهضين لسياستها في المناطق المحررة ويعد قطاع الاتصالات بحسب الأرقام والإحصائيات أحد أهم الموارد المالية واللوجستية للميليشيات الحوثية لاستمرار حربها ضد الشعب اليمني إضافة إلى تسخيرها للاتصالات في جرائمها وانتهاكاتها بحق المعارضين واستخدامها في انتهاك حرومات وخصيات المواطنين والمعارضين عبر التجسس على اتصالاتهم ورصد تحركاتهم بغرض ابتزازهم وتطويعهم لخدمة توجهاتها وأفكارها ومعتقداتها والتجسس على قيادات وأفراد الجيش ورصد تحركاتهم بغرض جمع المعلومات واستهداف القيادات والمقرات والتجمعات والضغط على جبهات القتال لصالح الميليشيات عبر التحكم في إغلاق وفتح خدمة الاتصالات في أماكن المواجهات ترجمة نانسي قنقر